بينما كانت العدلية تستعد لزيارة ثالثة لرياض سليم إليها، كان محامو حاكم البنك المركزية تقدمون بطعن أمام محكمة الاستئناف في فرنسا بمذكرة التوقيف الصادرة بحقها عن القادية أود بوريزي، طعن بالشكل لا بالأساس مبني على ما دأب حاكم مصر في لبنان على تكراره، لجهة أن المذكرة لم تراع شروط الشكلية، نظرا لعدم تبليغه بجلسة الاستماع التي كانت محددة له في 16 أيار وفق الأصول القانونية. يعتبر فريق الدفاع عن سليم أنه يقوم بواجبه حتى اللحظة الأخيرة، تماما كما يصمم سليم على البقاء في منصبه حتى اللحظة الأخيرة. وفي قصر العدل، ساعة وعشرون دقيقة تقريبا استمرت جلسة استماع القاد عماد أبالين مكلفا من النائب العام التمييزي لرياض سليم، والتي كانت مخصصة للإجراءات المتعلقة بمذكرة التوقيف الفرنسية المعممة بواسطة الأنتربول. جلسة ليست أكثر من تكرار للإفادة السابقة لسليم أمام المحاققين الأوروبيين في 16 و17 أذار الماضي، انتهت بقرار منع حاكم مصر في لبنان من السفر، وحجز جوازي السفره اللبناني والفرنسي، وهو الإجراء الذي كان مرتقبا خصوصا أن أي اتجاه لتوقيف سليم إنفاذا للمذكرة الدولية لم يكن واردا. ترك سليم إذن رهن التحقيق بعد الجلسة التي حضرها محققان فرنسي وألماني وفق ما أكدت معلومات الأوتيفي. واستنادا إلى محضر هذه الجلسة، ستقوم نيابة العام التمييزية بإرسال كتاب إلى فرنسا تطلب فيه استرداد ملف سليمي، الذي يحوي كل المستندات والوثائق التي استند إليها التحقيق الفرنسي. فأما أن يتجاوب القضاء الفرنسي أو أن يمتنع، بما قد يؤدي إلى إسقاط الملاحقة في لبنان على ما تؤكد مصادر مطلع على أجواء فريق دفاع سليمي. وعلى غير عادته حضر القادع ويدات إلى قصر العدل يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ سنوات، حيث التقى رئيس مكتب الأنتربول في بيروت وتسلم منه كل الرسائل ذات الصلة بحاكم المركزي. كما تبلغ من القنصل الألماني بمذكرة التوقيف الصادر عن القضاء الألماني بحق رياض سليمي. وهنا تؤكد معلومات الأوتيفي أن التحقيق الألماني يعد الأكثر تقدماً، علماً أن النظام القضائي في ألمانيا يختلف عن الأنظمة القضائية الأوروبية الأخرى، إذ لا وجود لقادي التحقيق، حيث يحيل المدعي العام القضية مباشرةً إلى المحكمة. وتضيف معلومات الأوتيفي أن القضاء الألماني الذي سبق وحول صفة رياض سليمي إلى متهم قبل ستة أشهر، يطلب اليوم الاستماع إلى 15 شخصية لبنانية على علاقة بملف سليمي، معظمهم مدرأ في مصرف لبنان إلى جانب رؤساء مجالس أربعة مصارف، أبرزهم مروان خير الدين. كل ذلك في مقابل ضياع لبناني على المستوى السياسي العام والحكومي الخاص، ترجم تراشقاً وتبادناً للاتهامات بعد اللقاء الوزري تشاوري الاثنين ليخرق موقف الخارجية الأمريكية الموقف. فسر البعض الموقف الأمريكي غطاء لحاكم المركزي حتى انتهاء ولايته آخرة تموز، وقرأ فيه البعض الآخر ضوءاً أخضر لمسار قانوني يقضي بتطبيق مندرجات قانون النقد والتسليف لنحية تسلم نائب الحاكم الأول، الذي تشير المعلومات حوله أنه وضع في جو حتمية تسلمه المؤقت لمهام حاكم مصرف لبنان. في وقت تقول مصادر مطلعة أن صفحة رياض سليمي قد طويت، ولو استمر على الرأس المركزي حتى آخر تموز، لكن ما بدأ هو مسار يتخطى سليمي وأكبر منه. تؤكد المصادر أن المعركة انتقلت إلى استرجاع الأموال والأصول المنهوبة، ومن هنا يفهم توتر طبقة سياسية حمت، ولا تزال رياض سليمي.